موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبث برعاية كوكدور وترشحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018 خبرين في السريع بكرة الجمعة إن شاء الله حكون موجود في السينما الزمالك الساعة 10 بالليل لمشاهدة فيلم جرين بوك مع بعض الفائزين من مسبقة الأسبوع اللي فات واللي حب ينضم لنا من حضراتكم أهلا وسهلا بي أما الأسبوع ده فمسبقتنا حتبقى توقع تقييم فيلم جامد لفيلم ويدوز اللي إن شاء الله مراجعته حتتنشر يوم الحد وحيتم مرسلة الفائزين في نفس اليوم واللي برضو ححاول رتب معاهم إن احنا نتقابل ونشوف فيلم مع بعض وننقشوا في حموتها فما تكسلوش واشتركوا في المسابقة وكالعادة فيه لنك تحت في الديسكريبشن تقدروا من خلاله تشتركوا في المسابقة وتعرفوا تفاصيلها وتفاصيل الجوائز ويلا بينا نبدأ مع الترشحات ترشحنا السينما الأول طبعا حيروح لجرين بوك الفيلم اللي حنشوفه بكرة مع بعض وأصلا أنا برشحه بكرة في سينما الزمالك حفلة عشرة بالليل بس الفيلم من بطولة مهرش العالي وفيجو مورتنسون ومن إخراج بيتر فارلي اللي كون ثنائي إخراجي كوميدي مع أخوه بوبي فارلي وعملوا مع بعض أفلام في غاية المسخرة زي مي 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 سيلفان ايرين ودر سومتين ابوت ماري المرة دي الفيلم جاد مع شوية كوميدي على قد ما أنا فاهم وبيحكي عن رحلة في الستينات لفنان جاز مع السواق بتاعه في الجنوب الأمريكي شديد العنصرية جرين بوك هو اللي بيفتتح موسم الجوائز السنادي بجائزة أفضل فيلم في 2018 من الناشنال بورد أوف ري فيو فأعتقد إن مشاهدته ضرورية ترشحنا الثاني حيروح لفيلم مورتل انجنز اللي الناس فهمة بالغلط إنه من إخراج بيتر جاكسون صاحب لورد оф درينجز ودا هوبت والحقيقة هي إنه من منتجين الفيلم ومشارك في كتابة السيناريو ولكن المخرج هو كريستشين ريفرس في تجربته الأولى الفيلم مأخوذ عن رواية شهيرة لفيليب ريف وبيتخيل مستقبل المدن فيه أصبحت متحركة على عجل عملاق وبتعيش على افتراس بعض الاستقبال النقدي للفيلم مش قد كده ومسجل 41% على روتين طوميتوز بس ده بعد 22 مقال بس فمش مقياس قوي نرجع بعد كده للأفلام اللي عليها رهانات في موسم الجوائز وفيلم بن إز باك من بطولة جولي روبرتس ولوكاس هاجز بن إز باك بيدور عن معاناة أم مع ابنها بعد رجوعه من مصحة لعلاج الإدمان الفيلم ده ليه قارين السنادي اسمه بيوتيفول بوي من بطولة تيموتي شلامي بيدور عن نفس الفكرة تقريبا وأتصور إن الفيلمين دول فيه اعتماد كبير عليهم لتسخين موسم الجوائز شوية لأن الدنيا نايمة السنادي بشكل عجيب الترشيح الرابع حيروح لفيلم ما كانش على راداري قوي الحقيقة لغاية من ربع ساعة تقريبا وهو فيلم A Private War الفيلم بيحكي قصة المراسلة الحربية ماري كولفن وكفاحها لنقل واقع الحروب من أخطر المناطق في العالم والسبب اللي أثر اهتمامي للفيلم هو إن روزمين بايك نال الترشيح كأفضل ممثلة في جوائز الجولدين جلوب عن دورها كمان الفيلم مسجل 86% على Rotten Tomatoes أنا مش فاهم أنتوا ليه من شوية صغيرة كنتم بتقولوا الفيلم مش مهم أما ترشيح السينماء الأخير فحيروح للفيلم المصري ورد مسموم من بطولة مرهان مجدي ومحمود حميدة الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه أحمد فوزي صالح وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي وكونوا مأخوذ عن عمل أدبي ده فحد ذاته شيء يشجعني جدا عشان أشوفه قصة الفيلم اجتماعية وبتدور في مجتمع مهمش وفقير ويبدو إن في حفاوة نقدية كبيرة في استقباله حفلات الفيلم محدودة في سينما زاوية وبعض السينمات الأخرى وأنا عن نفسي غالبا هشوفه يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء في سينما بوينت ناينتي وده على فكرة غالبا العرض الوحيد للفيلم في سينما بوينت ناينتي فاللي مهتم بالفيلم من سكان التجمع مايفوتوش نفتتح ترشيحاتنا المنزلية مع الفيلم الأسترالي عليز ودينج اختيار غريب شوية أنا عارف بس كان منحظي إن شفت الفيلم في مهرجان القاهرة السنة اللي فاتت وعجبني جدا وبعدين اتفاجأت إنه موجود حاليا على ناتفلكس فقلت فرصة كويسة جدا عشان الناس تشوفه الفيلم كوميدي رومانسي وأحداثه بتدور في مجتمع بعض الجاليات العربية المهاجرة لأستراليا وسلسلة من الأحداث الطريفة اللي بتبدأ من كتبة بريئة واللي فاجئني الحقيقة هو إن بطل الفيلم أسامة سامي أكد لنا أثناء المناقشة بتاعته إن الأحداث دي حصلت في الحقيقة بنسبة دقة تصل لتسعة وتسعين في المية فيلم ضريف جدا شوفوه على ضمانتي ترشحنا المنزل التاني حيروح للفيلم اللي اكتشف ريز أحمد وهو الفيلم الإنجليزي فور لايونز فور لايونز بيحكي قصة أربع شباب إنجليز ومحاولتهم عشان يبقوا جهاديين وبيحضروا نفسهم لتنفيذ هجمات إرهابية في إنجلترا ولكن مشكلتهم إن ذكاءهم بعفية شوية الفيلم متاح على فيميو لو تحبوا تتفرجوا عليه وهو مثال رائع للكوميديا الهزلية السوداء لأنه من ناحية الضحك مليان ضحك ومن ناحية السواد مليان سواد ولكن في نفس الوقت ما هواش فيلم سطحي وهايف علفاضي فيلم بقى من ذكريات الطفولة المشردة افتكرت الأسبوع ده وقلت لازم أرشحه لكم وهو فيلم Other People's Money من إنتاج سنة 1991 الفيلم من بطولة داني ديفيتو وبيحكي عن رجل أعمال شغلته هي تفكيك الشركات وبيعها واللي بيحصله لما بيقع في حب محامية خصمه بحب في الفيلم ده أداء داني ديفيتو جدا جدا وبحب خطبة رأسمالية ملتهبة بيقولها في نهاية الفيلم وهو عموما برضو فيلم خفيف ومسلي جدا لما افتكرت داني ديفيتو بقى قلت لازم أعديكم على أفلامه المفضلة عندي وأولهم هو جاك دابير جاك دابير بيحكي قصة أسرة واللي بيحصل لها بعد وفاة الأم ومعاناة الأب عشان يقوم بدوره بشكل مناسب الفيلم درامي جدا وفيها أوقات حتقطع قلبكم بس برضو فيه أداء عظيم من ديفيتو وفيه جملة فضلت معلمة معايا وفضلت فاكرها من ساعة ما شفت الفيلم سنة 1993 لحد دلوقتي لو حد فيكم شاف الفيلم وخمن الجملة دي صح في التعليقات يبقى برينس كبير جدا ويبقى له جايزة استثنائية عندي وده سؤال صعب على فكرة لأنها جملة ومشهد يبانوا عاديين جدا نفضل مع داني ديفيتو في ترشحنا الأخير والمرة دي مع فيلم أخرجه وقام ببطولته بالاشتراك مع جاك نيكلسن شخصيا وهو فيلم هوفا من إنتاج سنة 1992 هوفا بيحكي قصة حياة جيمي هوفا الناشط العمالي اللي أثار جدل كبير جدا بسبب علاقاته مع المافيا الفيلم حلو جدا على مستوى التكسيد والإخراج وعلى مستوى الرسائل السياسية وممكن نعتبر درس مراجعة قبل فيلم دي آيرشمن المنتظر السنة اللي جاية لأن جيمي هوفا هو الشخصية اللي بيلعبها أل باتشينو في الفيلم ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده أتمنى أنها تنال إعجاب حضراتكم وما تنسوش تشتركوا معنا في المسابقة جاريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي